طالبت مجموعة من المنظمات والجمعيات الوطنية الرئيس الفرنسي إمانويل مكخان بوضع حد للجمعيات المتطفلة التي تستغل وجدها بفرنسا لنشر خطاب الكراهية والإرهاب بين الجزائريين ومؤسسات الدولة لزعزعة استقراري الجزائر والذي يؤدي لا محالة إلى تدهور منطقة شمال إفريقيا والبحر الأبيضي المتوسط جاء هدف بيان لها عقب اجتماعها أمس أكدت فيه أنه بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر تطالب الرئيس الفرنسي بوضع حد لهذه الجمعيات التي تدعي الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته التعبير وطالبت هذه الجمعيات الرئيس الفرنسي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه التنظيمات المشبوهة والمدعومة من قبل دوائر المال الفاسد والمنظمات الإرهابية العالمية وجاري السوئية المغرب يضيف والبيانة وذلك من أجل الدفع بالعلاقات الجزائرية الفرنسية المبنية على الثقة والإحترام المتبادل خدمة للمصالح المشتركة ومستقبل الشعبين اشتركوا في القناة